تبدا بالاهلي ولا لزى مالك? مش مش جدا. نبدأ بالاهلي. ماشي. مباراة الاهلي واخلي. الاحلي كان الاول. اه بالزلط. اه كان الاول. الاحلي والدخليه النهارضه. مسو. هو تحكيم حضورك لحرس المرأس. المبارا طبعا اه خلصة اربعة واحد لنادي الاهلي. طبعا النهارضه النادي الاهلي بيستقبل اول هدف مع مع المدارب الجديد لنادي الاهلي. صح. واول هدف يدخل المرمى الشيناوي يعني. ام. فها نتكلم طبعا بشكل على طول مع حضر. نبدأ عشان. طبعا هيا نبص هنا مش كده? اه طبعا ده يعني غالبا يعني هنتكلم في على الاهداف طبعا وفي لقطة رضا السيد. ده الهدف الاولاني. كرة يعني الرجل دخل بها من الجنب. حطها بالعرض التحت. قريب قوي من هدف الاسماعيلي. صح. اللي جابه شادي شادي حسين. الرجل بقى شريف خات خطوطيلي تحت. وتحط طبعا ما اقدرش اعمل لها اي حاجة رضا السيد صعب. حاول يحط يده بس قويه وسريع. عمل البلوك يعني عمل البلوك عليه. زي ما بقول نجمة او عمل الفراشة. زي ما بقول يعني. انما طبعا يعني صعبة. وده برضو هنا بقى حظه سيء. يعني كرة صعبة او الاولانية اللي شاطها كريم فؤاد. اتحطت صعبة او تحت. وهو كان صد واحدة قريبة او من نفس الكرة دي يا كابتن كريم. لو حضرك فاكر واخدناها احسن صده. في مباراة طلاعي الجيش. اللي هي كانت اول مباراة في الدوري. والحسن حظه ان لعيب المدافع بتاعه شالها بعد كده. صح. هنها كانت تحساب له قوي لو المدافع هو الاقرب وشالها. صح. انما طبعا كرة صعبة وكرة تحت. والمسافة قريبة وتشاط الجمدة جدا. فانهو عامل محاولة وتعامل معها بشكل كويس. انما حظه السيء ان طبعا تيجي اللعيب النادي الاهلي. بس من صعب يوجهها البر. لا صعبة جدا. نجاه تحتي. يعني مش بعيد. لو بعيد عنه شوية. هيفرد ايده فكده كده هتروح على الجنب. صح. انما انا شاف ان كرة صعبة يعني ان هو عامل محاولة. وتعامل معها كده كرة صعبة. طبعا ده هدف الداخلية اللي جاء اول هدف يدخل النادي الاهلي. انا شاف طبعا الهدف يعني بشكل كبير. يسأل عنه محمد الشناوي. في خطأ. اه طبعا طبعا. اولا بص يا كابتان كريم. الكرة متشاطة مش قوية. انا عارف طبعا في ناس قدام الشناوي في زحمة شوية. انها برضو كرة مش قوية قوي. كان لازم هو بتعامل معها كان ممكن يبقى فيه مسك. في بعض الاوقات بقى في مسك اجباري. لان انا لما اجي اوجيها برضو التوجيه بتاعه ما كانتش بالقوة. كان لازم حتى لما يوجيه. كرة مش بعيدة عنه. مريبة منه. كان ممكن يوجيهها ولكن بقديل اتنين. صح. يبقى فيها باور شوية. بص كرة. يعني انت عمل التوجيه في 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 ايدي الشمال. وسقطت للرجل تعدخلية حطاها سهلة جدا جدا. فهنا طبعا انا عشان انا ما انفعش اوجيهها. كرة جات وراء الشناوي. كرة جات لمزت التوجيه خفيف في ايدي الشمال. فكان لازم اروح بيديا الاتنين. اسرع من كده. واقوى من كده. وبعدين اسيب الارض. الشناوي ما اسيبش الارض خالص. لازم بقى فيه تعامل مع كرة. فيه باور. فيه سرعة في الاداء الحركي بتاعه. فيه. هنا كان فيه بطء في الاداء الحركي وراح بيدي واحدة. كمان التوجيه خفيف جدا. صح. هنا انا وجهتها اوجيهها قدامي هنا. عشان اقوم تاني. لو جات لحد من الدخلية اقوم تاني والتعامل معاه. انما طبعا هي جات وراها. خلاص. فكان فيه صعوبة على الشناوي. انما يعني اه بوارد ان بيحصل الكلام ده يعني. طبعا نشوف اللي بعد دي كده. ده طبعا اه زي ما بقول اول هدف يدخل المرمى الشناوي الموسم ده. صح. ست مباراة. والشناوي يعني الامانة بيقدي بشكل كويس جدا من اول مطش المنستيري لحد الوقتي. ده طبعا الهدف التالت. برضو هدف صعب جدا جدا. هنلاحظ ان فيه اتنين من الدخلية قدام رضا السيد. آآ آآ استلم وحطها طبعا قطع. قطع كريم فؤاد. بص بقى كابتن الكريم. هتلاقي فيه اتنين من الدخلية عاملين بلوك على الراجل. بص. الراجل ما شافش كرة خالص. خلاص. متمركز كويس جدا. بس على ما بدأ يشوفها. بعد ما عدت اتنين لعيبة من الدخلية تبقى فيه صعوبة ان يتعامل معها. جي يتعامل معها كاتبكورة ايه. كاتبكورة عدت. مالحقش. المسافة قريبة جدا. صح. وفي اتنين من الدخلية عاملين بلوك على على كريم فؤاد. وهو بيحطها بص يا كابتن الكريم. الراجل بيحاول يشوفها من بين الرجلين اللاعبت الدخلية. آآ. انما طبعا انا شايف ان الاهداف اللي داخلت مرمى صعبة. ده برضو هدف صعب يعني. الهدف الرابع برضو. انا بس بلوم عليه شوية رضا في الهدف الرابع. انه كان سقط لتحت. بين او ان افش هيحطها لكريم. بص هنا. امشي كمان يا جلال برضو. امشي يا جلال امشي بس شوية. لحد ما رضا السادي يظهر. اوقف بقى اوقف هنا. بص. رضا جاي من بعيد قوي. جاي من تحت. ها. وواضح جدا ان 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 افش هيحطها لكريم. انا عايزة بقريب شوية. واول ما الراجل يحطها لكريم. على ما هي اخدت وقت على ما راحت لكريم فؤاد. صح. كنتان لازم اقرب منه شوية عشان البلوك يبقى ريب. كل ما البلوك يقرب من كريم. هاقفل عليه. فرصة ان الكرة تيجي في ايديه تبقى اعلى شوية. صح. انما هو طبعا كان تحت شوية. وبرضو عمل زي ما قلت عامل الفراشة وعمل النجمة. بس طبعا ايه. انا بعمل الفراشة وبستنى الكرة تغبط في. مش انا مش انا ما بسدهاش. يعني مش معنى ايه. يعني انا بستنش الكرة تطلع من رجل الراجل. واتعامل معاه. صحيح. لما بعمل النجمة. صح. انا خلاص بعمل النجمة. زي زي الهندبول. ها. بطلع افرد ايدي. وافرد رجلية. وكبر جسمي. واستنى كرة تعمل ايه. هيل. تغبط في جسمي. هيل. مش ان انا ايه. اصده. مصبوط. طبعا فيه صعوبة. يعني هدف صعوب. دي حالات مباراة الاهلي والدخلات.